زار سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الاتحاد البحريني لكرة القطاولة والاتحاد البحريني للكرة الطائرة والاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة ذوي العزيمة والاتحاد الرياضي البحريني للصم وقد حذر الزيارة السمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر وتأتي زيارة السمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة ضمن سياسة التواصل المستمر بين السموه والاتحادات الرياضية في إطار اهتمام سموه بدعم ومساندة تلك الاتحادات من أجل تنفيذ الخطط والبرامج التي تسهم في الارتقاء بمستوى الألعاب الرياضية ومنتسبيها على الشكل الذي يتوافق مع سياسات الهيئة العامة للرياضة في سبيل مضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من النجاحات في الرياضة البحرينية التقى سموه خلال زيارته لهذه الاتحادات الرياضية برئيس اللجنة البارلومبية البحرينية سعادة الشيخ محمد بن دعيج الخليفة ورئيس الاتحاد البحريني لكرة الطاولة سعادة الشيخ حيات بنت عبدالعزيز الخليفة ورئيس الاتحاد البحريني رياضة ذوي الإعاقة ذوي العزيمة سعادة الشيخ سلطان بن دعيج الخليفة ورئيس الاتحاد البحريني للصم والبقم السيد باسم ميرزا رضا ونائب رئيس الاتحاد البحريني للكرة الطائرة السيد جهاد حسن خلفا ثمان سموه الجهود الكبيرة التي تبدلها الاتحادات الرياضية خلال إقامة الفعاليات والمسابقات المحلية وتهيئة الأجواء المثالية لإعداد وتحضير المنتخبات الوطنية للمشاركات المشرفة مشيدا سموه بالإنجازات المتميزة التي حققتها هذه الاتحادات في مختلف المشاركات حاثا سموه إلى مواصلة العمل بهدف الارتقاء بمستوى الألعاب والرياضيين على الشكل الذي يسهم في النهوض بالقطاع الرياضي بالمملكة من جهتهم قدم ممثلو الاتحادات الرياضية شكر والتقدير إلى سموه الشيخ خالد بن حمد الخليفة على تفضل سموه بهذه الزيارة مؤكدين أن الزيارة تتعكس التقدير الكبير الذي يوليه سموه بجميع الجهات الرياضية ومضيفين أن الزيارة تتعكس حرص واهتمام سموه على دعم الجهود بهدف تحقيق نهضة شاملة في جميع الألعاب لتحقيق مزيد من النجاحات معاهدين سموه للمضي قدما نحو مواصلة العطاء لتحقيق كل ما من شأنه رفعة وازدهار كطاع الرياضة اشتركوا في القناة